السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات شهاد العددية اهلا بيكون في فيديو النهاردة فيديو النهاردة ان شاء الله بنركز على السؤال الرابع في ورقة الامتحان الخاص بتشوز عندنا ست جمل الجملة الواحدة عليها نص درجة السؤال بالكامل عليه تلت درجات طبعا هذا السؤال خاص بمعرفتك لمعاني الكلمات تكوين اسماء من الكلمة صفات من الكلمة العكس بتاع الكلمة المراضف بتاع الكلمة وهكذا طبعا هنا هنتعرض لمفهوم الصافيكس والبريفيكس الصافيكس اللي هو النهايات اللي بتحطي في النهاية الكلمة في اخر الكلمة علشان تعمل منها صفات منها اسم وهكذا والبريفيكس اللي هي البدايات اللي في اول الكلمة برضو طبعا كل ده هنتناوله بشيء من التفصيل ومعانا مجموعة من الجمل ان شاء الله متوقع يجي منها في الامتحان خليكم معانا ما تروحوش في اي حد في البداية طبعا يا شباب لازم نعرف بعض الحاجات المهمة والمصطلحات المهمة والكلمات الضرورية جدا في هذا السؤال عندي كلمة بريفكس معنى كلمة بريفكس يعني بادئة ودي بتحطي في اول الكلمة بعد كده بعد كده كلمة وصفكس معناها لاحقة واللاحقة المقصود بيها اخر الكلمة اللوحق يعني الاضافات او الحروف يعني اللي بحطي في نهاية الكلمة عندي السينينم معناها مرادف اللي هي the same meaning يعني نفس المعنى وعندي انتونيم اللي هي بتساوي opposite يعني العكس او الضد بعد كده نقوم طبعا يعني اسم adjective يعني صفة verb يعني فعل وadverb يعني ظرف لازم يا جماعة نكون عارفين الحاجات دي كويس قوي 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 عشان دول هنتعرض لهم كتير في حل هذا السؤال يبقى نقوم يعني اسم adjective يعني صفة verb اللي هو الفعل وadverb يعني ظرف في البداية شباب هنتعرض ل prefixes او البديئات اللي بتفيد الضد او عكس المعنى عندنا ir زي irregular اللي هي غير منتظم عندنا dis زي disabled يعني معاق in زي informal غير رسمي دي يا جماعة مجرد امثلة un زي unnatural او unusual او عندنا im زي impolite اللي هي غير مؤد بعد كده عندنا مقطع if ul دي مجموعة من اللي هي نهايات الكلمات النهايات اللي بتفيد الصفة اوكي فلا انا لما اشوف if ul يبقى معنى كده ان الكلمة دي ات adjective لما اشوف i ve يبقى كلمة دي برضو اي adjective زي اا اول حاجة عندي colorful يعني ملون وتاني كلمة عندي peaceful يعني هادئ بالنسبة للمسال بتاع الاي في اي زي attractive يبقى الكلمة اللي اخرها اي في اي تبقى adjective يعني صفة اا attractive معناها جذاب اما بالنسبة لي اللاحقة i o n اللي هي اا بتوجد في نهاية الكلمة اا دي المقصود بها ان هذه الكلمة بتبقى ناون يعني اسم على سبيل المثال pollution pollution معناها تلوس يبقى الاي و ان ده مقطع يفيد تحويل الكلمة الى اسم اا نرجع تاني الموضوع للصفات الاي بي اللي اي دي برضو اا خاتمة بتحط يعني في خاتمة الكلمة او اخر الكلمة زي comfortable معناها اا مريح يبقى comfortable اا فيها في الاخر خالص اي بي ال اي دي بتفيد ان الكلمة دي صفة وكمفرطفول معناها اا مريح عندنا اي ال زي بمعنى تقليدي برضو دي تفيد صفة اللي واي بقى يا جماعة دي بتفيد تحويل اا الصفة الى ظرف يبقى التحويل لزرف اا طبعا بنتهي بل واي زي easily وstrongly easily بسهولة وstrongly يعني بقوة لجاية من strong قوي عندي واي اا بنحطها اخر الكلمة يبقى احنا بنحول الكلمة ديات الى اا صفة برضو زي noisy يعني به ضوضاء healthy يعني بصحة جيدة او صحي عندي مقطع كمان اللي هو nice زي weakness weakness معناها ضعف لان weak يعني ضعيف يبقى weakness الضعف في نفسه darkness معناها ظلام اللي جاي من dark مظلم er بقى برضو مقطع كمان ولكن ده بيفيد تكوين الاسماء مش الصفات زي teacher احنا بنحط er في نهاية الكلمة الفعل يعني غالبا اا علشان احاول الفعل دوت الى اسم teach يعلم ويدرس teacher بقت مدرس بقى دي بتفيد تكوين اسماء اما دلوقتي هنبدأ في عرض مجموعة من الامثلة المهمة والمتوقع باذن الله تجينا في الامتحان بيقول اللي تجينا يعني يعني عشان احصل على صفة من الفعل care اا معناها نوضيف احنا احنا بنوضيف اللاحقة ايه طبعا هنا جماعة نحاول نجرب الكلمة الاصلية اللي في السؤال مع كل واحدة من دول ونشوف يا ترى ايه الصفة اللي احنا بتعاود الناس معها يعني care gen ولا care mint ولا care shan ولا careful طبعا هي careful يبقى ف يو هي الاجابة الصحيحة careful بمعنى حريص دي طبعا صفة number two to form the antonym of usual we use the prefix نقط عشان اكون antonym معناها الضد ضد او عكس المعنى عشان اجيب عكس المعنى بتاع usual احنا بنوضيف ال prefix ايه يا جماعة يعني بنوضيف prefix on ولا dis ولا im ولا il طبعا اسمها ايه usual usual يطبع احنا بنقول unusual ولا dis usual ولا unusual ولا unusual طبعا تبقى unusual اللي هي اول اجابة رقم ثلاثة نقط يعني احنا بنستخدم الصفكس اللاحقة ايه بالزبط من الاربعة دول عشان احصل على الاسم من الفعل اللي اسمه بلوت طبعا بلوت الاسم منها ايه يبقى على طول هناخد ال i o n طيب بعد كده number four we add the prefix بنحط ال prefix نقط add the beginning of regular في بداية كلمة regular to get the antonym of it عشان اجيب العكس يبقى عكس كلمة regular ايه يا شباب طبعا regular تبقى irregular يبقى تاني اختيار السؤال او نقط الخمسة the suffix اللاحقة نقط can be used to get the adjective from the word comfort الكلمة comfort عشان اجيب منها adjective اجيب منها صفة يطرح احطي لها انهي نهاية من دول طبعا comfortable زي ما احنا اليسا يلين من شوي رقم ستة عندي to get the antonym of happy عشان اصل على عكس كلمة happy we can use the prefix بنحط prefix طبعا happy معروفة عكسها unhappy تبقى طبعا اول اختيار we add add معناها نضيف احنا بنضيف the suffix اللاحقة من to get the noun عشان اصل على الاسم from the word engineer عشان اجيب اسم من engineer engineer يعني مهندس انا عايز اجيب منها اسم اللي هي الهندسة فانا هضيف ايبة من مقاطع دول طبعا هناخد ing اللي هي انجينيرينج اللي هي هندسة رقم تمانية we use the prefix بنستخدم البادي امين to get the opposite of natural طبعا natural عكسها ايه unnatural اللي هي اخر اختيار رقم تسع عندي to get the adjective from the noun peace عشان اصل على الصفة من الاسم peace we use the suffix بنستخدم اللاحقة من طبعا هي الكلمة اسمها peace يبقى peaceful يبقى بحط اول اختيار رقم عشرة the prefix نقط can be added as the beginning of able to get the anthonym عشان اجيب عكس كلمة able طبعا الناس كتير هتاخد this اقول لكم غلط الشباب لان this تنفع في حالة لو able دي اخرها d تبقى disabled اللي هي معاق انما هنا ما فيش حرف d يبقى الاجابة هتبقى un unable عكس كلمة able able يعني قادر و unable غير قادر فالاجابة هتبقى un و ليست this رقم 11 to get the adjective of interest عشان اجيب الصفة من كلمة interest we add the suffix نقط بنحط عني suffix من دول طبعا interest عندنا interesting وعندنا interested طبعا اللي عندك هي ing يبقى ing هي الاجابة الصحيحة الاختيار الصحيح interesting معناها ممتع او شيق رقم 12 we can add the suffix نقدر نحط او نضيف الحكمين to get the adverb عشان احصل على الظرف from loud طبعا loud الظرف منها loudly يبقى احنا بنزود ايه l y يبقى l y هي الاختيار الصحيح رقم 13 we can make an adjective to the word health انا قدر اصنع صفة للكلمة اللي اسمها health باضافة a l y ولا mant ولا y ولا able طبعا healthy by healthy يبقى l c او الاختيار يعني التالت يعني بعد كده رقم 14 عكس كلمة يعني natural طبعا لسه اقول لنا حالة تبقى unnatural اللي هي غير طبيعي جملة 15 نقط to form of hard hard حطي لها ايه عشان اصنع منها اسم طبعا hard دي صفة بمعنى صعب او تيجي الظرف برضو بمعنى اه بجد انما هنا انا عشان اصنع منها اسم بزود لها ايه زود لها المقدر اللي هو ship اللي هو ship عشان تبقى hardship hardship معناها الصعوبة الجملة 16 اذا نعون عشان اصنع واكون الاسم of the verb swim من الفعل swim وياد the suffix نقط بنزود الصفكس اللي حق مين طبعا swimming هتبقى swimming اللي هي السباحة نفسها يبقى احنا بنحط ing رقم 17 نقط to form the opposite of normal عشان اكون opposite او العكس بتاع كلمة normal احنا بنحط abnormal اللي هي التالتة رقم 18 رقم 18 وياد the suffix to form the noun of dark الاسم من كلمة dark هيبقى يا شباب هيبقى يبقى اخر اختيار n-ess بعد كده to form the opposite عشان اكون opposite العكس يعني of pleasant يعني كلمة pleasant يعني sore بنحط انهي اضافة من دول طبعا تبقى unpleasant اللي هي un معناها غير sore الجملة عشرين to form the noun of weak عشان اصنع الاسم من كلمة weak بنزود الصوفيكس ايه بالزبط طبعا weak هتبقى weakness الاختيار التالت الجملة واحد وعشرين عندنا معنى credible يعني مصدق حاجة بنصدقها عكس الكلمة بقى credible اسمها incredible رقم 22 ممكن نصنع اسم لكلمة او الفعل يعني اللي هي يجذب عن طريق اضافة ايه طبعا اتراكت بتبقى اتراكشن اللي هي اي او ان بعد كده يا جماعة مجموعة اخرى من الجمل برضو طبعا مش كل الامتحان او كل السؤال الرابع كله عن الاستافكس والبريفكس لكن في اختيارات اخرى خاصة بمعاني كلمات زي ما احنا هنتضرب دلوقتي اول حاجة بقولك مين اه الناس اللي بيتفرقوا يعني على اه الرياضات في الستيد طبعا دول اسم هم المتفرجين او المشجعين رقم اتنين ما فيش حد رد على السؤال بتاعه يبقى زي دينت فيل ولا رفيوز ولا اجنور ولا ريبلاي طبعا ريبلاي لم يردوا يبقى ريبلاي بتساوي ريسباند رقم ثلاثة زي ميكانيك فيكسد زي كار الميكانيكي صلح العربية ايزي بسهولة زيس تايم يعني المراتي بات زي لاست تايم لكن اخر مرة هي نقط ايت سبويل ايت ولا مين ايت ولا ريبيرد يعني افسادها يعني ما صلحش يعني كويس يبقى اصلا بيساوي فمش ماقول ان الاتنين دول هستخدمهم في الاختيار هنا لها تبقى ايه اللي تعتبر عكس رقم اربعة قبل مشاهدة الفيلم زي نقط حب يعني عنه طبعا يقروا اللي هي اللي جابه او الاختيار الثالث اللي هي مراجعة عن الفيلم يعني او تحليل النقدي للفيلم ده رقم خمسة ادهم ولد زكي يبقى ليس رغبي يبقى رقم ستة نقط يعني نقط 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 يعني او عشان اجد معلومات يعني يعني جديدة عن اي شي يبقى انا بعمل ايه هنا يبقى انا باكتشف يبقى ايه رقم سبعة سما وان سما فاز اه كنتست بالمسابقة في بويتري في الشعر ذي مينز شي وان زنو اط شي وان ز تشامبيون ولا ريفيشن ولا كمبيتشن طبعا كمبيتشن لان كمبيتشن بلدو ساوي كنتست مسابقة او منافسة رقم تمانية رقم زكيست stopped eating their meal as it was really نقط اللي الضيوف توقفوا عن اكل او امتنوا عن اكل الوجب بتاعتهم عشان هي كانت تيستي ولا سوتيبل ولا هوريبل طبعا هوريبل كانت طبعا مش خياس الاكلة دي رقم تسعة عندهم ملعب كبير واسا يعني في المدرسة عشان يلعبوا في رياضات المراد في كلمة wide هنا ايه طبعا large دي اخر اختيار طبعا اللي جابة large اخر اختيار الجمل العشرة عندنا كون هوريبل انا اختيار عشان كان في ايه كتير اوي يعني طبعا كان في ايه بوسترز ولا ترافيك ولا فورنيتشر ولا بيفمين طبعا فيه ترافيك يعني ازمة مرورية. الجملة احداشر. which نوع does the train leave from? القطر بيغادر من انهي رصيف. يبقى بلاتفورم. بعد كده. مليونز او نوع تيوز زمترو افري داي. in ايجبت. فمصر ملايين مين? بيستخدموا المترو كل يوم طبعا ملايين ركاب يبقى باسنجرز. رقم طلعتاشر. the boys played not today because it was very hot outside. يبقى لعبوا فين? لعبوا قول البيت. يبقى indoors. ما تحقينه ظرف مش صفه. يبقى indoors هي الظرف المناسب. رقم الطاشر. turn is the note on to make some tea. هنشغل ايه عشان عمل شي? هنشغل اوفن ولا توستر ولا بوستر ولا كتل طبعا كتل. خمستاشر. wearing not hurts my ears badly. لبسة ايه? يعني يعني بيتعب وذاني قوي. يعني بدرجة سيئة. يبقى هيدفونز. ناس طبعا غلطت وقالت سبيكرز لكن هي اللي جابة صعيها هيدفونز. اللي هي الاختيار الساني. بعد كده you can make a when you are unhappy about a product. لما انت بتكون كده مش مبسوط بخصوص آآ منتج معين يعني. فانت بتعمل ايه تعمل شكوى? ايه بقى a complaint. رقم سبعتاشر. نوعات ايز اوتر سبورت. انهي من دول بتكون رياضة مائية طبعا سنوركلنج. تمنتاشر. زي نوعات ايز از كيري سي اانيمل. حيوان بحري مخيف. طبعا ده ايه? شارك. زي الشارك اللي هي التانية. اخر جملة عندي هي جملة تسعتاشر. ذاكرونا فيروس نقطة is still dangerous. طبعا كرونا فيروس ده جماعة جائحة. آآ يبقى بانديميك. يبقى الاجابة التالتة. دي كانت مجموعة من الجملة المهمة آآ وشرح برضو مفصل للسؤال الرابع. اللي ان شاء الله متوقع يجي منها بإيجادة يا جماعة. ما ننساش نعمل لايك. والاشتراك بالقناة. لا مكناش لسه اشتراكنا. في قيمة التشغيل مهمة جدا. لكل شرح تالتة اعدادي. هاتلوها في صندوق الوصف. مع بعض البراجرافات المهمة جدا. اللي هو السؤال الاخير في ورد الانتحان. آآ مش هستطيع لكم اكتر من كده. كلا نتقي. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سلام الشباب. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا. لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.